لا توقعات بحدوث أي مفاجآت في الانتخابات الرئاسية الروسية بوتين سيفوز في هذه الولاية الجديدة على ما برأيك يصوت اليوم الشعب الروسي مرحبا بك أستاذي شانطال أهلا وسهلا أكيد التصويت اليوم في روسيا لن يكون هناك مفاجآت أبدا لأنه كما تعلمين هذه الانتخابات كما ذكر بعض من الاتحاد الأوروبي والناتو هناك من يشكك بنزهتها بالظروف التي هي موجودة فيها حاليا تعلمين هذه الانتخابات تأتي وسط حرب ضروس وقوية فبالتالي أعتقد إجمالا بالحروب لا يتم تغيير رؤساء فكيف إذا كنا نتحدث عن روسيا فبالأكيد اليوم الوضع في روسيا عملية التصويت هناك عملية تصويت للحرب أكثر منه تصويت للشخص لكن المشكلة الأساسية أنه ليس هناك بديل فبالتالي لا معنى لعملية التصويت أنا باعتقادي العامل الأهم في هذه الانتخابات هو ليس التصويت لبوتين هو أكثر منه هو عملية التصويت داخل المناطق التي ضمها بوتين أعتقد أنه هنا الأهمية الاستراتيجية لهذه الانتخابات وهذا الأمر الذي رفضته أوروبا بشكل مستبعد أن يكون هناك خاصة بطبيعة الحال وسأعود إلى هذا الموقف لكن دكتور مع انطلاق الانتخابات الروسية شنت أوكرانيا سلسلة هجمات على الأراضي الروسية الأمر الذي دفع الرئيس بوتين إلى التواعد كييف متهما إياها بمحاولة زعزعة عمليات الاقتراع وهذا ما قال بوتين نستمع واثقون من أن كييف لن تكون قادرة على التدخل في الانتخابات في روسيا الاتحادية بهجماتها ونشدد على أن هجمات كييف على روسيا الاتحادية لن تمر دون عقاب أنا متأكد من أن شعبنا شعب روسيا سوف يرد على تلك الأفعال بمزيد من الوحدة كيف برأيكم دكتور أثرت هذه الحرب أو ستؤثر على نتائج هذه الانتخابات لأنه لا شك أن الانتخابات الأولى التي كما ذكرت لي تأتي بعد حرب أوكرانيا ولا شك أنه اليوم الشعب يصوت على مدى دعمه لهذه الحرب التي خاضها خلال السنوات الماضية وهذه العملية بحسب ما يسميها بوتين أكيد عملية التصويت كما ذكرتك عملية انتخابية هي ليست مهمة هي عملية شد أزر لبوتين في هذه الحرب خاصة أن بوتين عمليا قد نجح في هذه الحرب حتى في شهادة الدول الغربية كان هناك عقوبات على روسيا والأمور الاقتصاد الروسي في شكل جيد فهناك تصويت على روسيا ونريد أن ننسى خاصة أن القوميين والوضع في روسيا مختلف عن الدول الباقية الدول الغربية كما تعلمين في روسيا ينظرون إلى بوتين كشخصية كبطل قومي على الأقل هناك شريحة كبيرة تنظر إلى بوتين بهذا الإطار خاصة وأنه نجح إلى حد ما في إعادة روسيا إلى المشهد المشهد العالمي كما تعلمين وأصبح قاد هذه ليست الحرب الأولى التي يقوم بها كانت أصغر إذا تذكرين الحرب ضد جورجيا التي استمرت خمسة أيام فهو الوضع في روسيا في عهد بوتين هو مختلف تماما عن ما كان فيه سابقا فبالتالي لكن يجب كما ذكرت لك أنه لا نعطي هذه الانتخابات أهمية استراتيجية كبيرة هذه الانتخابات الأهمية الكبيرة بالنسبة للروسي أنها تجري في المناطق التي ضمتها روسيا نتحدث عن شبه جزيرة القرم نحن نحكي عن الأراضي الأخرى التي أخذتها من أوكرانيا هذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لروسيا أما باقي ما بقى فأعتقد أن الرئيس بوتين لا يريد شرعية من الغرب ولا يطلب من الغرب فبالتالي هذه الأهمية الاستراتيجية أكثر منه عملية انتخابات أو أعطاء ثقة بالنسبة لرئيس بوتين لكن نلاحظ دكتور وكأن الغرب لا يزال يتمسك بتغيير موقف من قبل موسكو حتى هذه الساعة يعني اليوم استمعنا التنديد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وبعدها من أكثر من مسؤول أوروبي بإجراء هذه الانتخابات الروسية بالأراضي الأوكرانية اللي استولت عليها روسيا لكن شو اللي ينتظر هل يتوقع الغرب حقيقة دكتور أي تغيير في سياسات موسكو التغيير سيكون في الجهة المقابلة صراحة يعني كما تعلمين هذا عام عام الانتخابات الكبرى هناك انتخابات أوروبية كبيرة بعد أسابيع يعني بعد أشهر تقريبا بشهر خمسة وشهر ستة هناك انتخابات أمريكية يعني مع صعود خاصة اليمين في أوروبا وممكن مثلا مع عودة بايدن إلى كرسي الرئاسة الأمريكية الذي قال أنه يمكن أن ينهي الحرب في 24 ساعة أعتقد أن التغييرات قد تأتي من الجانب الغربي أكثر منه الجانب الروسي أعتقد أن الجانب الروسي هو يصر على موقفه موقفه سابتة ولن تتزعزع خاصة أنه حقق بعض الانتصارات في الأول الأخيرة فبالتالي هو لديه ثقة في الزهاب بعيدا الرئيس بوتن تحدث كثيرا عن هذا الأمر فبالتالي نستبعد تماما أن يكون هيئة تغيير من الجانب الروسي وكما ذكرت لك خاصة أنه التغييرات التي ممكن أن تأتيها من الجانب الغربي خاصة أنه هناك خلافات غربية كما تعلمنا اليوم مثلا في خلاف كان ألماني فرنسي عن عملية إرسال جنود إلى أوكرانيا أو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا من الناحية إرسال جنود وتبعنا التخبض الأوروبي فبالتالي ما نتوقعه هذا هو سؤالي ما الذي نتوقعه نسمع من الرئيس ماكرو من جهة يقول أننا مستعدين لكل الاحتمالات في أوكرانيا وبعدها يعيد ليذكر أن الغرب ليس في حالة حرب مع روسيا وأنهم ليسوا الجهة التي تصاعد الحرب في هذه المرحلة حتى الساعة بعد مرور يعني سنتين على هذه الأحداث داخل أوكرانيا ولا يزال الرئيس ماكرون متمسك بإمكانية حصول تغيير بعده متمسك ببوتين يعني هو تصريحات الرئيس ماكرون هذا الأسبوع كان له ثلاثة مواقف وكل موقف مختلف على الآخر يعني التصعيد الأكبر كان ببراج بعد أمس المقابلة التلفزيونية غير بعض المفردات كان يتحدث عن هزيمة روسيا بعدين صار الحديث الآن عن عدم انتصار روسيا والتغيير الجزري أعتقد عاد الأمور على نقطة الصفر هو التصريحات التي خرجت قبل قليل من برلين التصريحات المشتركة مع المستشار الألماني ورئيس وزراء بولندا حول أنه لن تساهم أوروبا في عملية أن تكون المبادر العملية التصعيد في هذه الأزمة استاذي شانطال يجب النظر إلى تصريحات الرئيس الرئيس ماكرون في إطار سياسي استراتيجي أكثر ماهنه عسكري كما تعلمين فرنسا هي القوة العسكرية ما بين مزدوجين التي تحمي أوروبا هي القوة النووية التي تحمي أوروبا فبالتالي من طبيعي أن تصدر هذا النوع من التصريحات أيضا كمان تصريحات الرئيس ماكرون هي تأتي في إطار مختلف هي تأتي كما تعلمين كان يقول الجنرال دوغور أنه في حال أنت لن تستطيع أن تربح الحرب لا يمكن لك أن تصنع السلام فتصريحات الرئيس ماكرون تأتي في هذه الإطار هو يعني يقول هو يهدد بالحرب لكنه أكيد هو لن يبادل للحرب هو بالوقت نفسه كمان يقول أنه على أوروبا أن لا تكون ضعيفة وعليها أن تستعد للرد إذا صعدت روسيا حتى الساعة يمكن ما يجري في الداخل الأوكراني لا يعتبر تصعيد كبير وخطير على أوروبا هو هدد يعني ما يحصل إذا تذكرين في بداية الحرب الأوكرانية في بداية هذه الحرب الأوكرانية كان هناك تصريحات أوروبية تقول أن أوروبا ليست بوارد أن تقدم نقطة دم واحدة في سبيل أوكرانيا يجب أن نستعيد هذا التصريح وهذا التصريح كان مهم جدا الأمور حتى الساعة هي محصورة داخل التراب الأوكراني فالجميع متفقون أنه يجب أن تبقى داخل التراب الأوكراني ولا يجب أن تمتد هذه الحرب إلى خارج حدود أوكرانيا وأيضا يجب أن لا تتدخل دول خارجية في هذه الحرب لأنه في حال تدخل إرسال قوات عسكرية أو ما أعرف شو فممكن أن نتتحدثين عن حرب شاملة وممكن أن نتحدث عن حرب عالمية في حال دخول قوات مثلا من الناتو إلى الأمور يمكن أن تنفلت لكن حتى دكتور قبل أن ينتهي وقتنا حتى هزيمتك سيكون لها تأثير كبير على أوروبا نفسها على هذه الهيبة الأوروبية وقد أشار بشكل أو بآخر رئيس ماكرون إلى ذلك أيضا هل يمكن لأوروبا أن تسمح بهزيمة كييف الأكيد أن كييف لا تستطيع أن تنتصر في هذه الحرب والسبب بسيط جدا لا يمكن لقوة نووية أن تخسر أي حرب لأنه خسرت حرب قوة نووية فهذا السلاح النووي أصبح ليس معنى له فبالتالي من هذا الإطار لا يمكن باعتقادي أن تخسر روسيا الحرب العامل الثاني الحرب التي هي صراحة هي أوروبا بريئة من هذه الحرب إذا لا نكون صريحين هي حرب كانت مباشرة بين الأمريكان والروس على التراب الأكراني والأوروبيون قد دفعوا وجبري لكي يدخلوا إلى هذه الحرب فهم ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل والهيئة الأوروبية صراحة هي في تراجع مستمر وهذه الأمور ليست مرتبطة بالحرب الأوكرانية هي أمور أكثر أكثر تتعدى الحرب الأوكرانية فبالتالي أعتقد أن الأوروبي ليس هو في موقف ليقرر أو ليستطيع أن يحدد مسار هذه الحرب أعتقد أن مسار هذه الحرب سيتحدد نهاية هذا العام كما ذكرت لك هناك انتخابات لأسف انتهى وقتنا دكتور لكن نحن سننتظر نتائج هذه الانتخابات وكيف سيبدو انعكاسها على الميدان الأوكراني شكرا للدكتور نيضال شئير أساد التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية على المشاركة من باريس ترجمة نانسي قنقر